الدرجات العلمية بقى في دورات تسقيفية بيتم عقدها داخل كلية الدفاع الوطني وكلية الأكاديمية هو ده بالنسبة للمبادرة لأطلاقها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى وقوات المسلحة التي بتحرص على بناء شخصية للمواطن المصري ولا تبنى هذه الشخصية إلا لما نحصل على مواطن مثقف يقدر يستطيع أن يجابه كل التحديات والحروب الحديثة الموجهة للفكر وزي ما بنقول دائما وأبدا أن الفكر لا يجابه إلا بفكر وعلشان حق هذه المعادلة بتقوم الأكاديمية بدورها في اتجاه القطاع المدني بالعمل العديد من الدورات التسقيفية في مجالات مختلفة في مجالات الاستراتيجية والأمن القومي في مجالات صنع القرار في مجالات الأزمات والتفاوض في العلوم المستقبليات بالإضافة إلى مواجهة الحروب الخاصة بالجيل الرابع وكذا أسلوب التفكير المستقبلي الحديث ليه دورات تجريسة لو أحمد حلمها كناش لين الحظ نحن نكون هنا بس إن شاء الله نكون هنا متشرف حضرت دائما الجميع المواطني الشعب المصري الأصيل التعاقبة مثل هذه الدورات المدنية ستة لو أحمد بيتم الزق هو معيار الاختيار بالنسبة لدارسي الأكاديمية في جميع الكليات بناء على الرغبة للدارس بيتقدم وبيتم اختيار أفضل العناصر الانضمام للأكاديمية من خلال إجراء اختبارات هذه الاختبارات متعلقة بالجوانب والعلوم النظرية بالإضافة للياقة البدنية والعلوم واختبارات نفسية هل هذا بالنسبة للزمالة ولا بالنسبة للجميع؟ لجميع الماجستير لخلية القادة والأركان وكذلك بالنسبة للزمالة أما بالنسبة للدورات التسقفية دي مفتوحة لجميع العناصر الشعب المصري لكل من لديه الرغبة احنا بنتشرف فيه طبعا بيقبل هدف منها زيادة الوعي والتسقيف لدى المواطن بالإضافة لتبادل الأراء وحرية التعبير عن الفكرة